إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة صباح الفلية أستاذ محمد أستاذ محمد خليني أبدأ مع حضرتك وإحنا بنتكلم عن بن قسين جملة عربيات المعاقين الجملة الموجودة في عالم السيارات من سنين ناس بتشتغل على نفس الجملة دي ناس بتتربح منها ناس بتتكسب منها من أصحاب السيارات من متاجرين من غيره عايزة أعرف حضرتك من خلال تعاملاتك المختلفة والملف اللي حضرتك قائم به الموضوع بيتم إزاي؟ الموضوع بيتم إن بيجي شخص ما عندوش أعاقة بيدور على بيجيب شخص معاق وبيبقى فيه وسيط ما بين الاتنين غالبا بيكون تاجر أو سمسار بيخلي الشخص المعاق بيكشف في المجلس الطبية علشان يطلع له قرار تخصيص عربية مع معفام الجمارك وبيبتدي يبيع الجواب ده للشخص اللي هو الغير مستحق أو الغير معاقية وبتدخل العربية باسمه وبعد كده بيمشي بيها في فترة الثلاث سنين وبعد كده بيرفع حذر يعني المفروض للعربية كل خمس سنين بس في القانون القديم كان رفع الحذر ممكن بعد ثلاث سنين أحيانا بيتم تحيل على القانون بأنه بيعمله توكيل عام أحيانا بيتعامل بالعربية يعني غالبا بيبقى أكتر في الأقاليم لأنه بتبقى بعيد عن الكمان المرورية والحجات مثل كده مراقبة المرورية بقى أقل فطبعا الموضوع يعتبر فتح سوق كبير لمافيا تجار السيارات بيتم الاستغلال بشكل كبير ويكفي أن نقول على سبيل المثال في إحصائية من 2014 من مايو 2014 لمايو 2015 دخل عن طريق ميناء بورسعيد بس 16.579 عربية ده من ميناء واحدة والمفروض فيه خمس منافذ فمدأ زمنية تقريبا قد إيه؟ سنة من مايو 2014 لمايو 2015 فطبعا الموضوع يعني فيه ناس كتير بتستغلوا فعلا وللأسف الشخص المعاقل اللي هو بيفرط في حق من حقوقه في الحالة دي هو بيخسر ما بيكسبش يعني حتى لو خد مبلغ فهو المبلغ مش هيفيده في حاجة في نفس الوقت الشخص اللي عنده القدرة إنه هو يشتري عربية يعني إيه اللي يكبرك إن أنت تاخد عربية وتمشي بها بشكل غير قانوني طالما عندك الإمكانية وإن أنت تشتري عربية فيه يمكن بالنسبة للمجلس كنا اشتغلنا على الموضوع ده عملنا عليه ورشة عمل في نهاية 2017 عريبا في شهر أكتوبر وورشة تانية في أول 2018 الورشة الأولى كانت مع منظمات المكتبع المدني ومع الأشخاص نفسهم عشان نبتدي نسمع المشاكل ونفلترها الورشة التانية كانت مع الجهات التنفيذية حضرها يعني ناس من وزارة الداخلية من المرور من المالية من الجمارك من وزارة العدل من مصلحة الشهر العقاري من مجالس الطبين المتخصصة وطلعت بتوصيات مهمة جدا وكان من أما يعني بعضها كان قرارات في نفس اليوم بالنسبة للشهر العقاري إن يتم استبعاد لسيارات المعاقين من توكيلات العامة ده كان من ضمن الحلول وبقى الحلول تقريبا يعني بعد كده ابتدت تنزل في القانون جديد اللي هو قانون رقم عشر لسنة 2018 طب هو من ناحية القانونية يعني بينفع يتعمل توكيل عام على حاجة عليها حظر هو عشان توكيل عام مش توكيل سيارة يعني هو بيمشي بها بتوكيل عام يعتبر تحالع القانون أو باب خالفي علشان خاطر يقدر يتحرك بالعربية من غير ما الكمان المرات ده فعليا اتطبق القرار بدأ تطبيق اتطبق بالفعل وبعد كده صدر بقى القانون قانون رقم عشر لسنة 2018 وصدر في 19 فبراير اللي فات تمام القانون يعني اهتم بنقطتين وده اللي احنا كنا شغالين عليهم من خلال ورش العمل طب قبل ما اروح مع حضرتك برضو للقانون خلينا اخذ من حضرتك تفاصيل أكتر الموضوع الجواب ده اللي هو حضرتك بتقول انه بيتم بيعه من قبل صاحب الإعاقة للشخص الآخر بيبقى ملي تسعيرة معينة ولا كل حاجة مرتبطة بسعر العربية بيبقى تسعيرة وتختلف من محافظة للتانية يعني سعر الجواب الخاص بالقاهرة الكبرى قاهرة الجيزة والأليوبية أعلى من الجوابات بتاعط الأقالي بيبقى بكام تقريبا سعره يعني بيبدأ من 15 ألف حالين وصل ل30 من 15 ألف 30 ألف ده بيبقى مش مربوط بنوع العربية هو الفكرة ان الورقة دي نفسها بتتبع بالسرعة الورقة نفسها والمحافظة بتفرق عشان الترخيص بيطلع بناء على محل إقامة الشخص المعاقب يعني الترخيص بتاع العربية اللي هي شيئة عليها نمر القاهرة غير العربية بتاع الأقاليين فبالتالي بيفرق في السعر زائد ان كمان يعني السماصرة والتجار ابتدى يحدد سعر للجواب نفسه لو الشخص معه مؤهل غير لمعهوش مؤهل ايش معنى بقى؟ لأن بيفرق في استخراج رخص القيادة رخص القيادة لو هو معه مؤهل بتطلع بسهولة ما بيبقاش فيه مشاكل لو هو معهوش مؤهل أو معهوش أمية أو حاجة زي كده بيبقى سعر الجواب أقل يعني هو بيروح للشخص ربما يكون معهوش أصلا رخص القيادة وبيستخرج له رخص القيادة ويبدأ معه الإجراءات من الأول بالضبط فهو بيقلل من قيمة الجواب علشان خاطر هيصرف عليها مصروفات علشان يطلع له الرخصة الجزئية برضو المهمة في النقطة دي بالنسبة للموضوع الترخيص يعني إحنا كنا اشتغلنا على شقين بالنسبة للورش العمل فيه شق اللي هو خاص بتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص المستحقة بالفعل ده اشتغلنا عليه من ناحية أن كان فيه بعض الناس قبل صدور القانون بشتك من تمييز لأن في العربية لبعض الأعقاد مش لكل الأعقاد كانت الأعقاد الحركية بس وبتشتريت أعقاد حركية معينة كمان فده اشتغلنا عليه والحمد لله صدر من خلال القانون المادة 31 اللي هي نصت على أن العربية تكون لكل فئات الأعاقة وإحفاء جمركي كامل مش جزئي وأعفتها من القيمة المضافة فيه كمان في القانون المادة 9 هي نصت على أن يكون رسوم الكشف للمرة الثانية ما يكونش بدون رسوم يكون مجانا يعني ودي برضو حلت مشكلة بالنسبة لناس كتير الشق زي ما قلت لحضراتك بقى اللي هو الخاص بالضمانات ده تطلع به توصيات وإن شاء الله يعني هيتم تضيقه في قرارات صدرات وفيه حاجات تنزل بقى إن شاء الله في اللاحة تنفيذي للقانون إن شاء الله طبعا أنا رسطت مع حضراتكم كامل المشهد المتعلق بالموضوع وشوفنا الزوايا بتاعته نروح بقى للشق القانوني والتشريعي وشق الخاص بمتابعة الدولة لهذا الملافسيات اشتركوا في القناة